موسيقى الجوال لكم على مستوى السكانير هذا سكان السكانير سيميلاتور تماماً في الأول كانوا يقولون غير سكانير نحن الذي طلبناها السكانير سيميلاتور المركز الأنكولوجيا في واحدة للعلاج بالأشعة نعم ودبارتة مكبيرة للعلاج بالأشعة يجب الأشعة كما قلنا بها بلاسة الرشيم وهو السيميلاتور وهناك سكان دوزيمتريك التي تعطي لدوزة المريض الذي سيستفيد منها وهناك سيستفيد منها وهو الأطفال الذي سيستفيد من المريض من خلال تريتمو من خلال العلاج بالأشعة لا يمكننا أن نفعل هذا الشيء لذلك يكون لدينا سكانير في هذا الشيء في 2016 يلحاق لأنه يكون سكانير وتم هنا تدخل جمعية الأصدقاء المتشفى في الوقت في 2016 مع مؤسسة الجنوب وتم إحداث واحد الوحدة سكانير على مستوى المركز الأنكولوجيا هي بناية جديدة في اللابورات وكل شيء في العادة العدوية كنا نحضرين فيها تمام بناية منذك شرف لا يمكن أن نقاد بشكلها ستوضع هذا السكانير يعني يبقى السكانير يبقى على العادة وفي الوزارات الصحة والمؤسسة للأسلم المشتركين والذين سيقوموا حيث أهل الميدان لا يجبوا لنا يجبوا سكانير فبقى هذه المسألة أنا جاءت في 2017 لقيت بأنه عندي بناية ما عندي اسمية قدرت كتابة على أساس أنه لا يجب أن تزويد دينا هذا الذي جاء السيد الوزير قال خلال زيارة المركز العونكورجية قال أنه سأخذكم معدات من بينهم السكانير ونحن نخدام إلى هذه الأمور هذا الذي جاءنا في هذه الأيام مقبلاً إن شاء الله جاءنا الأكسليراتور الذي سنزيده هذا العلاج بالأشعة سنقلصه هذي كدوم الذي قلنا سنقوم والسكانير هو جاء في نفس الوقت غير الذي يقول بأن السكانير حسيما هذا مغلوط لأن حضور سيد الوزير وحضور الإدارة الجهيزات المساوي وزارة الصحة تم الأسئلة من خلال المواطنين من خلال الأطور الصحية وشيكما كان جاءنا سكانير ونحن نقول لا سكانير حسيما ستشرب الفلوز للوزارة الصحة ولكن في الوقت أبو ما أبو ما أبو ما يقول لنا سكانير الحسيما لا يوجد في الحسيما غير المزاركات ستشرب الأقادير ولكن ذلك الحراكة في الحسيما ربما أدول المقبول سكانير الأقادير تشرب الحسيما لأنه غضب نسبيا ربما 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 سكانير كان طريقه وخدا أندي تغنمه مشال حسيما ولكن ربما ستشرب الأقادير مشال حسيما رنقدر نفهمها حسيما أنه كان أولويات صحيح رنقدر نبني مؤسسات ونقدر هذه المؤسسة عندها أولوية خاصة خدمة هذه خاصة تسنة واحد شهر هذه خاصة تسنة واحد شهر وندير واحد احتراته بيا على مستوى عن استفادة من هذا وهذا شيء طبيعي وعادي مني نقوم بأحد شخص معين ونحضره في أولويات نقول هذا اليوم هذا الشهر الجاية ربما جاء الوقت هذا خاصة هذا أجوند الذي حدثه وزارة صحام عموس للا سلمة بأنه اليوم سأجينا الأكسلاراتور للعلاج بالأشعار سنقلص به هذا سنقوم بمثال سنضع ربما سنقوم بإحداث الوحدة اللي غا تخدم يعني بلا غارد هذا على مستوى العلاج بالأشعة هذا وسكانر ها هو جاينة مني كان قولو نقولو السكانر في الولارك نحن فاش طلبنا سكانير قررنا بسيميلاتور قررنا بهذه الموصول اللي بغينا يكونوا فيه هادي ويكونوا فيه هادي ويكونوا فيه هادي علاش فاش أنا نسيروا روادها دي التكنولوجيا الحاديثة ونسيروا تال علاج الحاديث اللي ولد بها أحسان أحسان دور فلا طيب